إنتم تسعون في تسعين دقيقة أرجعني لكم أهلا وسهلا مرة أخرى تومة بساعة وثمانية دقائق بتوقيت EFM ضيفنا في الساعة الثانية السيد عميد الحمامي كيفش قدمك مسؤول سابق وزير سابق ولا ناشط سياسي تلاثة سحاة شكرا على الاستيضافة تحية لمسلمة EFM باي سي عميد كيفش تعيش المرحلة هذية بعد 25 جولية صار حاجة فاجأة البعض لم تفاجأ البعض ينتظروها العديد زيدة فقنا زيدة برش عبيد كانوا ينتظروا جيست كيفش هذيك حاجة أخرى أما ينتظروا باش تصير معناها ردة فعل من رئيس الجمهورية حول الأوضاع اللي كانت متأزمة نوصل ما متأزمة كان زيدة المشهد العام للساحة السياسية كانش يعج برشة توينسا توا ركحتش أفكارك عملتش مراجعات لروحك شنو اللي عميد الحميمي نوفو كونت كي ما قولوا في الفيسبوك شنو أفكار الجديد ما ويغفو والله معناها قاعدين نفهمو أنه الإديولوجيا معاش تتصرف في وقتنا داية والإسلام السياسي معاش ممكن باش يجيب في تونس وفي البلدان العربية والعالم مزان مواصل التحولات بالسرعة المجنونة منذ سنتين معناها ألمارج من جائحة كورونا ولا حتى الآن في الحرب الروسية الأوكرانية فما تحولات مجنونة فما نظام عالمي جديد قاعد يتخدم له في الصالونات ويتجسد على أرض الواقع وتونس قاعدة ضيعة في برشة وقت ضيعت قبل 2011 وقت ضيعت بعد 2011 برشة وقت وبعد 25 جويلة ضيعت برشة وقت عماد الحميمي يشوف أنه من واجب النخبة اللي منها الوطنيين والصادقين والمخلصين والأكفئ واللي عندهم فيهم خاخهم أنهم يكون فما نكران للذات وأننا نرفعوا الرأي متاع تونس ونخدموا ونحطوا اليد في اليد مع قيس سعيد ويجعلنا نوصلوا معناها فمن تحط اليد في اليد وزادة معناها موقفك من الاختراح معناها اللي يقترحوا على الشعب واللي طالب رأي الشعب فيه ما يسمى بالاستفتاء الاستفتاء تسكر طوي ليهم باللي يا ما مش قولوا نعم ولا لا ما عاش عنا وقته وباش نقولوا الفصل هذا أنا معاه وعندي ريزارف على الحكاية الأخرى هو مش يعمل لي هذا يا ما أنت شنو ورايك من الجدل اللي أحدثوا موقف العميد الصدق بالعيد والأستاذ محمد أمين محفوظ معناها ما حقوش يقع ما حقوش يقع بالكل تصرف غير مسؤول من العميد الصدق بالعيد لأنه كانت واضحة الأدواء فما أستاذ تقانون دستور يسمه قيس عيد عام 2019 حط روحوا على البسكولة الانتخابية وانتخبوا شعب تونسي ومبعد حمل مسؤوليته في 25 جوليا 2021 وفعل فصل 80 وتخنف في فترة استثنائية واليوم هو أعمل قواعد اللعبة وقال لك يا سي صادق بالعيد رك عندك تشرف على هيئة استشارية وتحضر لي معناها مشروع في 20 جوان وانا عندي لامان باش نبدل فيه ونتحمل انا مسؤوليتي مبعد اسكو يتعدى ولا ما يتعدىش نهر 25 جوليا ويوفى دورك نهر 20 جوان معناها انت تعيب على العميد صادق بالعيد انه أوفى بوعده عندما التزم بنشر المسودة ما حقوش ينشر المسودة يا سفيان لكن وعد هذا ادي نشر المسودة هذه الطريقة اللي مشات بها تونس في العشرة سنين اللي فاتوا انا عندي دستور وانت عندك دستور هذا رئيس في القصبة ورئيس في قرطاج ورئيس في باردو واحنا بلاد معبئة بالرؤساء وتو مش تولي البلاد معبئة بالدستير والمواطن داخل بعضه فما رئيس دولة هو ينزل الدستور اما اللي تفعل صادق بالعيد بش يقولها كاكو حتى امين محفوظ يمكن زادة تحلت لهم شوية في الجنة ذريع لا مش هذا هم غلطوا في رواحهم هم غلطوا في رواحهم بايش باي موقلي يتكلموا قبل نشر الدستور صادق بالعيد قال تشاورت انا وزميلي وهاء نعطيكم باسم اللجنة اللي شبيه اللجنة فوضتك اللجنة ما اجتمعتش بعد ثلاثين جواه وما اخذيت حتى قرار وما طالبتش من سي صادق بالعيد بش ينشر الدستور اللي هو نفسه يعيب مو يعيب على قيس عيد هو استشار اللجنة في الصياغة النهائية متاع المشروع اللي قدم ما استشارش ما اوج دورها ما اوج دورها هو الصياغة النهائية هي هذا دور اللجنة القانونية لو عكست لا اصبت يا سفي لو عكست لا اصبت المشروع اللي قدموا الصادق بالعيد الرئيس الدولة ما هوش من واجب رئيس الدولة بش يراجعوا في التعديلات والعكس صحيح اللجنة الاستشارية اللي انا كنت عضو فيها وليترأسها سي صادق بالعيد ما عندوش هو الصيفة بش بشكل شخصي ولا تفويض من اللجنة بش يعدي صياغة نهائية غير مصادقة لها من طرف اللجنة ومع ذلك هو اصر ومشال قدام واحنا عديد من الناس اللي تصرفت بمسئولية داخل اللجنة وما حابيناش نفوروا للمسار وحابين العملية تنجح ولكن سي صادق بالعيد تصرف غير مسئول بالموقف اللي يخذاه الآن وقاعد ولا معناها يدور من وسيلة علام لوسيلة علام وقاعد يبث في البلبلة هذا تصرف غير مسئول قبل هذا هل مرة أخرى قيس سعيد لم يصب في اختيار رئيس لاش؟ معناها برشة اللي يختارهم قيس سعيد يعطيهم مسئوليات بعدينش ما يتفهمش معاهم ما تحبوا يعمل؟ يختار خير قيس سعيد يوسع الاستشارات متاعهم قيس سعيد متهم باستمرار متهم باستمرار اللي هو ما يفوضش وما يعطيش ثيقة في غيره وقت اللي أشك فوا يعطي ثيقة فينا سخرة مالورزمو بورلا تونيزي بنسبة 90% من بعد شوف التصرفات هذية اللي ما تليقش بتونس وبمسار متاع دستور وجمهورية ثالثة وإلى آخره من بعد نقول وراه ما عرفش يسمي سيصادق بالعيد ملا القنبلة اللي سيبها كيف قال على الفصل الأول من دستور اللي خديك أشاور فيها اللجنة وذا كانت تنجم تفور المسار بكله أما كانت أم بلون دي سي لا ما واش بلون دي سي يمكن جابيه للفصل الخامس ما واش بلون دي سي أعملها وحده مش أورش فيها اللجنة حتى في تسيير تعلجنا في الاجتماع الأخر معناه كان في طعم تاع معناها نرفو وكان يتهجم على بعض أعضاء وهدد باش يطرد لبعض الآخر وطرد أعضو وطرد أعضو وحتى بعد ذلك طرد معناها هدد بعض أعضاء أخرين ولكن في عوض العقل يكون منه هو العقل الحمد لله كان من أعضاء أخرين ونجحنا في أنه على أقل نوصله معناها نوصله المشروع الدستوري إلى بر الأمان ومشال قرتاج نهارا عشرين جواه ولكن هذا رأينا تحمل فيه مسئولية معناها الخوض متعسي صادق بالعيد في الفصل الأول من الدستور كانت معناها عملية فيها خطأ فادح كاد يعصف بالمسارب كله ومنعنا منه والحمد لله بعد ذلك في سلوكه هو مع اللجنة رفض أنه يعرض النسخة نهائية على اللجنة وأنه يهز الرئيس الدولة النسخة هو ومتاعه هو ومتاع زميله سي أمين محفوظ وما توقفش عند هذا بعد ثلاثين جواه معنا كي قريتوا أنتم النسخة لهابتها أي خليلة سويل في النسخة لا لا النسخة لا أنا جزت فقط في حاجة في هذا قبل أن نتعدل السؤال منكم بعد ما تحكي هو المبدأ حق كل إنسان وخاصة أننا نتعاهد مسبقا في أنه ينشر ما كتابه ولم ينشر بعد بمعنى هو من الأول قال إذا ما تطابقتش ما ساقترحه معا ما سا ينجز رعني باش ننشر وباش نقول هذي نعتبر حق هو يحب أمام التاريخ يقول ثم حاجات أنا حقه عملوا روح حقه عملوا روحه لباش يقوله للناس وليباش يقوله للصحابة يخلي دخلينا هذي تنشر بعد خمسين سنة هذي يكتبوا في المذكرات متاعه مش ينشروا للون دماء متاع نشر متاع تقديم سيد رئيس الدولة الدستور للتوينسا باش يستفتوا عليه ما يجيش تاو تلقاه في وسائل العلام الأجنبية ومن وسيلة علام إلى وسيلة علام هو قاعد يتحدث على أنه الدستور خطير وقاعد يحرض قاعد يحرض ضد الدستور وضد المسار متاع الاستفتاء لا مع عمره ما كان هذا الحق متاع الناس المسؤولة واللي عندها ثقافة متاع الدولة واللي تحب بلاد كان جيم مواطن عادي أما هو رئيس لجنة استشارية راه على ذاك الكلمة داعه مهم قال هو خدم على أساس فما تكليف يا حاتم فما تكليف التكليف هذي قال وراكم انتم لجنة استشارية وراني بعد ندخل التعديلات اللي نحب عليها وكان ينجم يرفض العقد واضح من البداية ما شلوان توقيت تحقيه وانتم على الجنب الاستشاري كينكم تحبوا تقنعونا انو العضو متع لجنة استشارية ولا رئيس ما عندوش الحق ما عندو حتى حق وقتلي هو الجنب الاستشاري شنو معناها معناها اني انا اخذ ورد باش نقدم الرأي والمشورة باش نقدم الرأي والمشورة وانا راني ناخذ برأيك ومشورتك في حدود نجم تكون تسعة وتسعين في المية الى واحد في المية اما كي تبدأ تخدم انتي ونضغط عليك بالوقت ونبعد نقول لك بارك الله فيك هاتها نحط الخدمة متاعك في البوبير ونجبد ملق جر مشروع واحد اخر يقولي ما عاش يستشاري خلي سعي ماد نحكيه فيه بعد الفاصل ونخذ وقتنا اكثر خطر مهم لكلام هذين ارجعني لكم نذكركم اليديف ناسي عيماد الحمامي ناشد سياسي انا مش نقوله ناشد سياسي لكن سؤال في ما يخص دوره في القبل عندك خلي ربما هو خطر هو فرصة انت سعي ماد تقال عليه برشكله حتى بعد ما خرج من حركة النهضة ونعرف اللي تم حتى شكون ما حبش انه يحضر في الحوار الوطني اصلا لي ربما اعتقاد تم ناس عنده اعتقاد ان الاسلاميين ميبطلوش بل يتبادلون المواقع ويغيرون الوجه تقصص يا عبدالطيف المك مثلا لا مش نسخل في السؤال انا اسمعت تقييمات واقنعتني في جزء كبير منها لانه بدأ يقرأ في الاسلام السياسي مش في حركة النهضة فقط بدأ يقرأ في التجاوز ربما تغيير التجربة السياسية نحو افق اخر هذا اعترف به ولكن اليوم عماد الحمامي امام الرأي العام شو الفرق بين عماد الحمامي الاسلامي اللي خرج من حركة النهضة وبقية الاسلاميين اللي خرجوا في حركة النهضة هل ثم اختلاف جوهري في الفكر بينك وبين حزب العمل والانجاز بينك وبين سامير ديلو سعبد الحميد الجلاسي الخارجون وكثر ولكن الخارجين احيانا نقاوم يخدموا في جوهر لعبة حركة النهضة وفي وسط سياسة حركة النهضة انت وينت موقع روحك الان وشنو الأوفق وهل ثم اسلاميين خداوا نفس الموقف نتعي ماد الحمامي اللي تتجاوز النهائي لفكر حركة النهضة والاستبداد بالقرار داخل حركة النهضة حكيت برشنتي على الكواليس المعلن والخفيف الحركة اذا هو اكيد فهم كثير هم يحبوا ويعلنوا على رواحهم ولا انا نشوف اللي حركة النهضة اليوم هي معناها فما والاية الرشد الغنوشي فقط ني بلوس ني مو ولي هو ماشي بيهم في انتحار جماعي سياسي ونشوف اللي المشروع جديد تعبطي في مك هو معناها متحور هكا اخر من حركة النهضة لما مديان معمال ميزاجور اي ربي وفقهم اما نشوف اللي معناها فما مكبلات مش تقعد تبع متع ايديولوجيا وعلى كله حالة والأيام هي ظهر ومازال مشروع جديد من من حكموش عليه سيسع من حكموش عليه حكم نهائي انا انتهت حكم اولي بالنسبة لي طوى عندي حرية كبيرة عندي في مواقف السياسية ادعي اللي الولايه متاعي لتونس اكثر من وقبل الولايه متاعي لأي فئة ولا لأي كان العكس طبعا كان الولايه للحركة اكثر قبل الولايه الوطن لانه يزمك انضيبات الحزبي ويزمك المواقف المؤسسات مش مواقف الشخصي لكن الناس اللي يعرفون عن قرب داخل حركة نهضة ولا اللي عشت معهم في البرلمان ولا في الحكومة ولا في مختلف التجارب في الدولة يعرفوا مواقف الشخصية ويعرفوا اللي فما حاجة فما امتياز وانتي في عركة النهضة عرفوك من اقرب المقربين من الرجل الغرنوشي من المسندين مسندة متلقالية معناها السؤال هو ما هي نقطة التحول معناها وقت اللي قربت له برشا دكار وقربت له برشا نعطيك مكانش سنين ومكانش عقود قربت له برشا وقت اللي استقال زياد العداري وشديت أنا البوست عمين عام معناها خذت كوسيون مودرنية في الحركة أي معناها البوست كان زياد العداري كوسيون مودرنية الكرافات وانتي خذت كوسيون بعد وهو عندي من قبل انا كنت المساعد متاع وكيف وجيت وقت برشا خدمة جا ومعناها ثلاثة شهور مراتان كبير معناها من نوفمبر أربعة شهور حتى الفيفرية دونك جينا الملف متاع الانتخابات التشريعية وبعد ذلك حكمة حبيب الجمني وحكمة لياس فخفاخ دونك في الأربعة شهور هدوكم تقريب جوري نوي نخدم معاه دونك عرفتوا دبري خرجت بدي كونكولوجيون بنسبة لي الديفينيتيف من قبل الخمسة وعشرين جويلة بعام ونص وأنا بعيد على رجل غنوشي واخد قرار نهائي باش ما عاش نخدم معاه إلى الأبد واحترمت واجب التحافظ قعدت عام كامل معبرتش على الشي هذا وما استقلتش بشكل عالني لكان سبتمبر 2020 أمضيت مع ريضة المياه وبدأ وقتها ما صار إصلاحي داخل الحركة أمام بعض وليت نخرج وسائل عليهم واخد الدستانس وعمل دي ماركاشيون بارابول المواقف الرسمية وفهم هنوضر فيه الكنديكتور من غادي مقايي السعيد أنا من أول نهار وأنا معاه كوريا رغم أني لنقابله لننسق معاه لعندي علاقة بجماعة ولوعدني بحاجة لاني طامع منه بأي حاجة لأني اقتنعت بالقيام منتاعه وبنظافته وبالاستيقام منتاعه والأيام ما زادتني إلا تأكيد الموقف هذا اللي ما واش كارت بلانشانكار ولكن مدام هو ماشي في البوص لتع تونس أنا نمشي معاه مش معناه هل يعم في قيس سعيد لكله صحيح لكن نفي با بارتي دونوترموند دونوترموند نستوقفك لنا تفضل إذا إنتي مسان قيس سعيد تقول وحنا 99% معنى بعد ياس أكل واحد في المياه اللي قلت مش معناها اللي يعمل فيه لكله صحيح أنا مذبية تقول لنا شنو في رأيك اللي يعمل فيه قيس سعيد وما هو صحيح اللي اللي يعمل فيه قيس سعيد ومش صحيح هو أنقعدين نضيعوا في برشة وقت رغم أن نحكي وعام برك أحنا أما هذا يبيضو كان ينجم يقع فيه أقل من الوقت فما الوقت وفما معناها الاحديث مع التوينسة ينجم يكون أكثر أكيد وفما زادة في النخبة في النخبة معناها توت ديسيبلين معناها معنى العلام السياسة الواحد كل في النخبة فممكانية كبيرة تتوسع أكثر حتى في الفترة اللي فات بصفة عامة اللي قاعد يغلط فيه قايس عيد حسب ريانا أنه قاعدين زيدا نضيعوا في الوقت رغم أنه نحكيه على عام وبتاتر فيه ظرف عام ونص مش نقار وإحنا خرجنا من فترة الاستثنائية ورجعنا المنظومة ديمقراطية عادية وهو وقت ركور ومع ذلك كان ممكن باش نربح وقت أكثر وكان ممكن باش البرنامج متاعو باش البرنامج متاعو يكون دافنتاج انكولوزيف بفور من عندو هو سوى عامات يعني الوقت ما عادش نحب فكرة واضحة عامات الحمامي مستقبلا تأسيس حركة شخصية مستقلة انضمام إلى حزب آخر وفق سياسي نجميز بعض الإسلاميين لتجربة جديدة مختلفة كمبلايت مع النهضة في كلمتين معناها أنا بصراحة معناها نصرنا في روحي أكثر في المجتمع المحافظي ولا في التايير المحافظ أكثر منه التايير الإسلامي الإسلام حسب رأي مشترك بين كل تونسيين وما يحتاج باش ندافعوا لي ولا باش نعملوا موفانس ولا حركة ولا ينك منفتحها لكل وأعتقد أنه الآن من هنا 17 ديسمبر 2022 مفهمة حتى حاجة أخرى غير خارط طريق اللي علانها رئيس الدولة نهار 13 ديسمبر 2021 أنو نكون أنا أكثر معناها أساسي في الإنجاح متاحة وما عندي حتى مزي أفادي وماليش طالب حتى سيريميد أخر سوهل 2011 2022 سي ستت أرفر شنون حاجة المترجم من قدش عندي كل واجب تحفظ اللي عملتو من فبري 2020 حتى حتى presque معنا mai 2021 أحس براي ما حقنيش قعد فيه وزيد حقني حكيت كيفاش وقع إسقاط حكومة حبيب الجمني من طرف رجل الغنوشي ونبي القروي وسيفيد المخلوف في وقته أنا خديت وقت أكثر من لازم في هذا شكرا لك سعيبيد الحميمي كنظيفنا اليوم في الساعة الثانية من 90 دقيقة أنا نرقوني بعد مش عطيكم الكلمة للمواطنين شكرا خليل شكرا سوفيان خليكم مع ايفم ايكس بريس مع ايمان الطيب اشتركوا في القناة